ونشوف حكايته ازاي قدر يعمل هذا الامر ويصل الى هذه المكانة يبدو يا جماعة ان احنا هنتابع مصريين كتير ناجحين برا سواء في مجال اللعب او في مجال التدريب ايضا معنا اللاعب والمدرب الان عبدالسطار صبري اهلا بيك فاند اهلا بيك فاند الف الف مبروكة كابتن احكي لنا الحكاية ايه الحكاية لا باري فيه يعني طبعا في البداية مثلا مورينيو كان مدربي في بنفيكا كان هو المدرب بداعي لما انا كنت بالعب في بنفيكا كان طبعا حاجة كبيرة بالنسبة لي وكان مدرب عظيم لما كان بيمراني كنت بس فاتنا انه حاجات كتير قوي لما بدأت بقى خلاص انه خارج من بنفيكا وراح لبورتو اللاندية الكبيرة برضو زهي بورتو ويريا مدريد كان على طول كنتاكت معا على طول من خلال الفترة اللي انا كنت بي موجود فيها في البرتوغيان لما راح لاندية الكبيرة والحمد لله بقى خلاص بقى بطلت بقى كورة وعلى طول متابع معا على طول وعلى طول كنتاكت معا جيتا في مصر هنا في البطولة الأمة الأفراكية اللي جاءت هنا في مصر برضو انا كنت موجود معاها لما كان في الستوديو التحليلي بعد ما راح معا مصر وجنوب أفراكية كنت مدواجد معا واتكلمت معا بخصوص اللي اما يكون ضمن الجهاز بتاعه والحمد لله يعني قال لي خلاص انتهت بقى موجود معايا في الفترة اللي جاية بس ايه اول ما ارجع كده لكسوف للترتيبات وسعيدة راح توتنهام كنت رايح معا في توتنهام بس بقى حاصل بقى الاخفاق اللي عملوا في النتائج وبعدين راح دلوقتي حاليا روما لدي اتصال من مصر مانويل كورينيو والمينجر والمسؤولين في نادي روما من انا كل من الترشعات ان شاء الله موجود في الجهاز بتاعه ان شاء الله وانا منتظر ان شاء الله ويكون متواجد معا بيزنة ان شاء الله هتبتدي معا من امتى كابتا عب ستار يعني انا منتظر بس دلوقتي العرض الرسم على طول ييجي ان شاء الله وانت بتعرف طلياني ولا هتتكلم معهم ازاي برتغالي 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 اه مع مورينيو انما هناجد اه مع برتغالي مورينيو اه ايوه لا بس اصد في ايطاليا اه 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 اتكلم اتعلم اكيد اصلا اللغة الايطالية بس انا طبعا مع مصر مانويل اتكلم مع برتغالي واللغة طبعا الاساسية بتاعتي اللغة الانجليزية اشتركوا في القناة